سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد اتهامات وجهتها حركة فتح لحماس التي تسيطر على القطاع باعتقال كوادرها وتعطيل اتفاق المصالحة ما ينظر بتفاقم التوتر بين أكبر فصيلين فلسطينيين على الساحة آخذة في التصعيد هي أجواء البيت الفلسطيني الداخلي المشحونة أصلا بالانقسام جديد التوتر بين طرفي الانقسام جاء بعد قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح رغم الدعوات لوساطة مصرية لعدول السلطة عن هذا القرار الذي سيمس بالدرجة الأولى مصالح واحتياجات أهل قطاع غزة الذي يحاصر قطاعهم الاحتلال منذ 11 عاما سحب الموظفين وبحسب محللنا سياسيين يعني أن السلطة الفلسطينية قررت قطع العلاقات بشكل نهائي مع حركة حماس وطي صفحة الأمل في ملف المصالحة الوطنية نحن نتجه لتصعيد كبير بعد الإجراءات التي قامت بها حركة حماس بمانا حركة فتح من الاحتفال بانطلاقة الثورة الفلسطينية والاعتقالات الواسعة التي جرت وهي تشير إلى عشرة سنوات قبل الآن فيما يتعلق بالتصعيد وربما نحن نتجه إلى اللحظة الأخيرة من التفاهمات التي جرت في السنوات الماضية ونحو انقسام دائم يخدم مصالح الاحتلال والإدارة الأمريكية في تمرير صفقة القرن تتجه السيناريوهات فعلت أصوات التراشقات الإعلامية وتبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس أججتها الأحداث الأخيرة بدءا من قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمهرجان إحياء انطلاقة حماس في الدفاة الغربية إلى قرار حل المجلس التشريعي وصولا إلى حملة اعتقالات نفذتها حركة حماس طالت قيادات في حركة فتح قبيل إحياء انطلاقة حركة فتح في غزة والتي أقرت فتح إلغاءها من يدفع الثمن على الأرض ليس حركة فتح ولا حركة حماس وإنما المواطنين الفلسطينيين المحصرين في قطاع غزة وبالتالي علينا كفلسطينيين أن نذهب إلى مصالحة وطنية بشكل فوري وعلينا أن ننزل من علياءنا كفلسطينيين لأن إسرائيل مرة أخرى هي المستفيدة الأول والأخير من هذا الانقسام المشين وهذا الانقسام الذي أعاد القضية الفلسطينية سنوات بل وعقود إلى الوراء موجة انقسام جديدة سيذهب ضحيتها الفلسطينيون في قطاع غزة والمشروع الوطني برمته ما يعني أن طرف الانقسام لم يأخذ دروس والعبر من تجربة الانقسام المرير واستمر في نهج الفعل ورد الفعل في التعاملات السياسية الفلسطينية الداخلية